رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي تبدأ عملها بمخاطبة البريطانيين عبر إذاعة محلية تاركة وراءها السياسيين وانتقاداتهم لمسودة اتفاق الخروج التي استقال بسببها الوزير المكلف ملف الخروج ووزيرة العدل وعدد آخر من وزراء الدولة مي واجهت كل هذه العاصفة بنوع من التحدي وقالت للبريطانيين كما قبلها للسياسيين إنها ستمضي حتى النهاية في هذا الاتفاق هذه ليست صفقة حول العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي فصفقة العلاقة المستقبلية ستعني أننا نعيد السيطرة على قوانيننا وحدودنا وننهي حرية التنقل سنخرج من الاتحاد الجمهوركي والسوق الموحدة والسياسة الزراعية وسياسة صيد الأسماء وزير الدولة لشؤون العدل وعضو البرلمان عن المحافظين قال لي إن قبول الصفقة هو الخيار الأفضل في ظل عدم وجود بدائل مضمونة لا يوجد أغلبية لأي بدين لآخر ولهذا السبب لهذا الاتفاق فرصة جيدة للعبور ونذكر أن النواب لا يمكنهم تعديله أو تغييره لأنه اتفاقية دولية مع الحكومة وليس مشروع قانون محلي إن تم رفضه سنخرج من دون صفقة لكن هذا الاتفاق يواجه رفضا واسعا في البرلمان ولا يبدو أن أحدا يعرف بالضبط كيف ستسير الأمور إن صوت بالفعل النواب في ديسمبر المقبل ضد الاتفاق حينها لابد من مخرج من مأزق محتمل بالخروج من دون صفقة علينا أن ندرك أن تريزا مي ربما تغادر قبل عياد الميلاد بسبب الضغوط بكل الأحوال فإن من شبه المؤكد أن يرفض البرلمان هذا الاتفاق فلا أحدا يريده مؤيد الخروج يقولون إنه يمنح سلطات أوسع للأوروبيين ومؤيد البقاء يرونه أسوأ من البقاء بالاتحاد الأوروبي نفسه الصفوف الخلفية من نواب حزب المحافظين ما زالت تتحرك باتجاه سحب الثقة من زعيمتهم أملا بأن تغيير الرئيس هذه المرة سيغير اتفاق الخروج بعد أن نفدت محاولاتهم بإبقاء مي بشرط تغيير الاتفاق أربعة شهور تقريبا تفصل البلاد عن موعد الخروج شهور يبدو أنها منفتيحة على احتمالات عديدة ومجهولة حول مستقبل اتفاق مي وحول مستقبل مي نفسها أو حتى حول مستقبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بشكل عام عمر شاكر قناة الغد لما